أسأل الله العلي العظيم أن يجزيكم سيادة الرئيس خيال الجزاء عما تقدمون في خدمة الدين والوطن والإنسانية وأن يكلل جهود سيادتكم بمزيد من النجاح والتوفيق ويصدني أن أقدم لسيادتكم باسمي وباسم علماء الأوقاف وأئماتها وواعظاتها وجميع العاملين بها هدية وزاعة الأوقاف موسوعة الثقافة الإسلامية وهي من أحدث إصداءات الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني وكل عام وسيادتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 فسارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وعلى أرض امتازت وتميزت في القرآن والسنة وأصبحت فضائلها فنا من فنون تاريخ الإسلام فامتلكت المحروسة المجدد الديني والتراث الحضري مصر التاريخ والحاضر والمستقبل الذي استشرفته في كتاب الله آية تعيدها بالأمان فحملت على عاتقها إعلاء ما جاء في الرسالة المحمدية المهدات للبشرية جمعا وفي السنوات العشر الأخيرة المشرقة وصلت حاضرها الإسلامي بتراثها الحضري فباتت السباقة في التجديد بمنهج قرآني واضح وسبيل رباني صريح وطريق إلهي بي فأولت اهتماما أكبر وأوسع ليشمل المبنى والمعنى فمن افتتاح أكثر من عشرة آلاف مسجد جديد من أطراف الوطن إلى مصاف عمقه إلى البرنامج الوطني للعناية بالمساجد الأثرية والتاريخية العتيقة وحماية طابعها المعماري الأصيل وكذلك تجديد وتطوير مساجد آل بيت الحبيب المصطفى الكرام فكان مسجد الإمام الحسين العام الماضي 2022 بصورة جمالية تصر أعين المصلين والناظرين والزائرين وما هي إلا أشهر معدودات ويلحق مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بركب التطوير ويفتتح العام الحالي 2023 بتشريف السيد رئيس الجمهورية ولتصبح بذلك الضوء والبريقة في عمارة المساجد وتطويرها وتصل ماضيها بحضرها وما عمارة المساجد في مصر إلا جزء من النهضة الشاملة للدولة المصرية فهنا مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي الذي يتسع لأكثر من 130 ألف مصل ولا ينقطع من داخله تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار ودار القرآن الكريم التي احتر كل منزارها في ماهيتها واندهش من تصميمها وهيئتها ثلاثون قاعة رخمية في كل قاعة كتب جزء من القرآن الكريم كأنه مصور من المصحف الشريف واستثمرت الأوقاف الفضاء الإلكترونية في نشر الثقافة الإسلامية والوعي الديني الرشيد عبر 36 صفحة وموقع وقناة للوزارة واعتمدت أطراً علمية جديدة كالتعليم عن بعد بمراكز الثقافة الإسلامية ومراكز أعداد محفظ القرآن الكريم ومن خلال منصات إلكترونية تعليمية وتطبيقات اتصال مرئية كان تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه سواء للصغار أو للكبار واقعياً وعبر الفضاء الإلكتروني عن بعد أولاين وحين يهل ربيع الأول من كل عام شهر مولد خير الأنام الأوقاف المصرية تدارس سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحيي ذكراه العطرة بإطلاق عدد من المبادرات التعريفية بالسنة النبوية فمن مبادرة نبي الإنسانية إلى مبادرة نبي الرحمة وصولاً لجديد مبادرة العام الحالي هذا نبينا واستحدثت عدداً من الأنشطة الجديدة داخل المساجد من أهمها المقارئ القرآنية المتنوعة التي تصدح بأصوات لآلئ كبار قراء مصر العظماء بجانب دروس الوعظات التي باتت من أحد أهم الوسائل الدعوية للمرأة المصرية وأقامت الدروس الدينية للعلماء والفقهاء التي تتحدث عن سيرة وشمائل وفضائل الرسول الكريم وأثر الاقتداء بها في حياتنا وفي مدحه والثناء عليه نسجوا له برد المديح وصاغوا فيه قلائد القصيد وسطروا فيه ملاحم الخلود من خلال المجالس الإنشادية والأمسيات الابتهالية في حبه صلى الله عليه وسلم وتظل مصر المحروسة المكرمة من رب العزة في القرآن الكريم والمباركة بمرور من حل أو مر بها من الأنبياء والمرسلين في دروب الارتقاء سائرة وفي نسج الصورة الحضارية والجمالية التي تليق بصاحبة لقب قلب العروبة والإسلام ترصد جنبات مشرقة بالروح والثابة العطاء مرصعة بأمل مضاع